مرحبا بكم في حلقة جديدة من حدث اليوم نناقش فيها أبرز وأهم التطورات السياسية لهذا اليوم قصتنا الأولى من قطاع غزة وفي تفاصيل القاهرة تدعو لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والفصائل ترفض ربط ملف الإعمار بتبادل الأسرة مع إسرائيل أما قصة الثانية فستكون إيرانية وفي تفاصيلها إيران تتمسك برفع كامل للعقوبات الأمريكية وتؤكد أن المفاوضات فينا بلا سقف زمني وأي جولة قد تكون الأخيرة أما قصة الثالثة فعراقية وفي تفاصيلها على وقع اعتقال القياد قاسم مصح الحرش الشعبي يهدد الكاظمي بالتصفية على الطريقة اليمنية أما قصة الرابعة فستكون للهنان وفي تفاصيلها الحاريري يلتقي بالريء حول الحكومة وحديث عن تشكيلة من 24 وزيرا بدون ثلث معطلة السلام عليكم في طهر جهود التهديئة التي ترعاها مصر بين الفلسطينيين وإسرائيل غدر الوفد الأمني المصري قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات عبر معبر بيت حانون وخرج الوفد الذي يقوده مدير المخابرات المصري عباس كامل عائدا إلى إسرائيل بعد لقاءة عقدها مع رئيس حركة حماس وعدد من ممثل الفصائل الفلسطينية في فندق المشتل في غزة مصادر الحدث فادت أن القاهرة طالبت عادة ترتيب البيت الفلسطيني وعكدت أن السلطة الفلسطينية ستكون الممثلة أمام الجهات الدولية في عادة الإعمار فيما رفضت حماس فكرة التفاوض على الأسرة دون الوصول إلى حلول بملف إعادة الإعمار هذا وطلبت أيضا بضرورة وقف الاستفزازات والاختيالات الإسرائيلية وكان رئيس المخابرات المصرية عقد أمس لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في القدس ورام الله موسيقى لا نقبل ربط ملف التبادل بملف الإعمار بملف الحصار بملف الحقوق الفلسطينية إلزام الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني إن كان في القدس والشيخ جراح ولجم المستوطنين رفع الحصار عن غزة بالكامل العالم والدبلوماسية الدولية والعربية في مقدمة نصر أمام حالة دفع واختبار في إلزام المجتمع الدولي وإلزام الاحتلال بما صدر من حقنا من قوانين وقرارات منصفة للشعب الفلسطيني ولمناقشة كل هذه التطورات المضم إلينا من غزة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهار في غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة الدكتور أبو سعدة أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم أهلا وسهلا أهلا الحديث اليوم عن مصالحة وطنية فلسطينية وتوحيد الجبهة قبل الحديث عن أي مفاوضات مع الإسرائيليين بكل تأكيد وحتى قبل الحديث عن إعادة الإعمار الفصائل طرحت إطارا قياديا لأي حكومة جديدة ولأي توحيد للجبهة هذا الإطار سيكون إما من منظمة التحرير أو سيكون بتفعيل الإطار القيادي الذي كان في 2011 هل هذه المقترحات مقبولة الآن من كل الأطراف الفلسطينية ونقصد هنا تحديدا السلطة الفلسطينية وهذا هو السؤال المهم هل هذه الصيغة مقبولة على الرئيس محمود عباس لا يبدو كذلك لأن الرئيس محمود عباس في آخر خطاب له خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة قال بأنه جاهز لتشكيل حكومة التوافق وطني تقبل بشروط المجتمع الدولي أو تقبل بالشروط الدولية وهذا طبعا لا تستطيع حركة حماس أن تشارك في حكومة التوافق وطني ضمن الشروط الدولية التي يطرحها الرئيس محمود عباس ولذلك أعتقد بأنه سيكون محور الجهد المصري خلال المرحلة القادمة هو تفكيك هذه الأزمة وربما العودة مجددا إلى صيغة الذهاب إلى إعلان من جانب الرئيس للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية كمدخل لإنهاء الانقسام ولكن فكرة حكومة التوافق وطني أو حكومة من الكل الفلسطيني هي فكرة تؤسس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولكن دائما مثل هذه الصيغة تقابل برفض دولي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب إسرائيل والدول الاتحاد الأوروبي التي لا زالت تصنف حركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية وترفض أي تعامل أو أي تعاطي مع حكومة فلسطينية يتواجد فيها عناصر حماس كما حصل في حكومة الوحدة الوطنية في العام 2007 نعم نتحدث داخليا في الداخل الفلسطيني هناك اتفاق على تشكيل الحكومة ولكن المشكلة الأساسية هو الإطار القيادي لهذه الحكومة أو مرجعية الحكومة ونقصد هنا تحديدا من يراقب هذه الحكومة قلت أن الانتخابات احتمالية وعريدة الانتخابات الماضية أجلت كذلك ما الذي يجعل هذه المرة كل المؤشرات وكل الظروف مواتية الانتخابات صحيح الانتخابات تم تأجيلها لأن الرئيس عباس قال بأن إسرائيل لم تعطي ردا ولا جوابا على إمكانية مشاركة المقدسيين في القدس الشرقية في الانتخابات التشريعية ولكن هذا لم يكن السبب الأساسي كان هناك أسباب أخرى لها علاقة بتفتت وتشتت حركة فتح التي كانت تخوض الانتخابات التشريعية بثلاث قوائم ولكن بما أنه الآن هناك مسعى مصري لإعادة ترتيب البيت الداخلي فأنا أعتقد أن المسألة لا تقتصر فقط على المصالحة بين فتح وحماس وأعتقد أن مصر سوف تحاول وتسعى من أجل توحيد البيت الفتحاوي إعادة ترتيب حركة فتح التي يوجد بها تيارات وانشقاقات ولذلك فكرة العودة إلى الانتخابات هي فكرة مطروحة وخاصة هناك تطورات سياسية دراماتيكية في إسرائيل الآن يبدو أن في إسرائيل هناك حكومة قادمة خلال الأسبوع قد تقبل هذه الحكومة الجديدة بالموافقة على انتخابات في مدينة القدس الشرقي في نقطة أخرى كذلك عارقة بين الفلسطينيين قبل حديث عن مفاوضات مع الإسرائيليين إعادة الإعمار السلطة تقول إما أن تتولى لوحدها مسألة إدارة إعادة الإعمار أو تتولى حركة حماس هذه المسألة لنفترض بأن السلطة الفلسطينية لوحدها من تتولى إدارة إعادة الإعمار السلطة غير موجودة في غزة كيف ستعمل إذن؟ يعني لازالت السلطة الفلسطينية هي العنوان للشعب الفلسطيني هي السلطة المعترف بها دوليا من جانب المجتمع الدولي وهي التي تتعامل مع المانحين وأنا ما أعرف أن رئيس حركة حماس في غزة السيد يحيى السنوار قال في لقاء له مع الصحفيين قبل حوالي أربعة أيام أن حماس ليس لديها مانع في أي طرف يقدم مساعدات أو منح للشعب الفلسطيني في غزة وهي ليست يعني لا ترفض أي جهد سواء كان من جانب المجتمع الدولي أو من السلطة ولكن ما طرحها تشكي لجنة وطنية يعني حماس في نهاية الأمر هي يعني تعرف أنها لا تستطيع أن تتسلم أي أموال دولي لأنها تعرف أنه لا يوجد هناك لها علاقات مع المجتمع الدولي ولكن يبدو أن المشكلة لها علاقة بسوء إدارة السلطة لملف الإعمار في السابق ولهذا السبب تطالب حماس بأن يكون هناك أطراف أخرى مثل الفصائل أو منظمات المجتمع المدني أو أطراف عربية تكون في لجنة إعادة الإعمار كي لا تتفرد السلطة الفلسطينية لوحدها في مسألة إعادة إعمار وقت عغزة خاصة وأنه بعد مرور سبع عوام على الحرب في عام 2014 لا زال هناك كثير من المساكن والمنشآت التي لم يتم إعادة بناءها أو إعمارها نعم نقاط كثيرة يجب أن تناقش حقيقة بينها الأسرة ولكن للأسف الوقت المخصص لهذه المقابلة انتهى كنت معنا من غزة أستاذ العلوم السياسية في جماعات الأزهر في غزة دكتور مخيمر أبو سعدة شكرا جزيلا لك وآفلتنا دعا الرئيس المصري لضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مضلة منظمة التحرير الفلسطينية أضاف الرئيس المصري أن بلاده تتمسك بإنجاز المصالحات الفلسطينية لإنهاء الانقسام في أقرب وقت مشيرا إلى دعم مصر الشعب الفلسطيني وقادته بشكل كامل من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد مجاهد زياد المستشار بالمركز المصري لفكر والدراسات للسراتيجية الدكتور محمد أهلا بك على ششة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم إذن مصر تدعو إلى المصالحة الوطنية توحيد الجبهة الفلسطينية هناك تصريحات فلسطينية لافتة تخص الوساطة المصرية أو الدورة المصري نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية يقول نحن في ظروف أفضل يقصد هنا حركة حماس ويقول الأشقاء في مصر لديهم أوراق جديدة للضغط على الإسرائيليين ما النقاط المصرية الجديدة؟ يعني هو في اعتقادي أن تصريحات السيد الحية والتصريحات حتى نتنياهو بعدما قابلت السيد الوزير الرئيس المخابرات العامة المصرية هي فيها جزء كبير للاستهلاك الداخلي ولا تتحدث بحقيقة ما جرى من تفاوض مصر في هذه الجولة بالتحديد ليست وسيطا للتفاوض بين الطرفين ولكن مصر شريك فيما يجري وتطرح صيغ لحل الثلاث قضايا الأساسية التي تبدأ بوقف إطلاق النار ثم استدامة وقف إطلاق النار ثم إعمار غزة الإطار العام للدور المصري حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ترتيب أو الوحدة الفلسطينية بدرجة أساسية للانتقال أو لتحقيق هذه الملفات الدور المصري براعته في هذه المرة أنه كان يجري ما يمكن تسميته التفاوض بالتوازي يعني تجرى المفاوضات بالتوازي مع طرفي الصراع بصورة أساسية ويطرح عليهم صيغ لتقريب وجهات النظر أو اقتراح صيغ للحل الصيغة الحالية أو الجانب الإسرائيلي يصر كما أوضح نتنياؤ بأنه يربط أي إجراء في استثبيت وقف إطلاق النار باستعادة الأسرة والجنود الإسرائيليين من لدى حماس والاستهلاك الداخلي قال أن المفاوضات جرت لمنع حماس أو استئصال أو سحب منعها من قدراتها العسكرية أو ضرب قدراتها العسكرية وهذا في اعتقاد أمر لم يطرح الجانب الفلسطيني يصر على أنه في المفاوضات التي جرت أصر على أن يربط كل المطالب الفلسطينية على اتساعها في عملية استمرار واخف إطلاق النار لكن في حقيقة الأمر أعتقد أن الأمور تسير إلى ضرورة تشكيل حكمة وحدة وطنية لأن هذا شرط أساسي نعم وهذه النقطة مهمة دكتور محمد لنركز على هذه النقطة بداية قبل المرؤ إلى مسألة الأسرة مسألة الانتخابات ومصر بالتأكيد تدعو إلى هذا الأمر إلى انتخابات فيها البلاد أو إلى توحيد الجبهة هل توحيد الجبهة يكون عن طريق انتخابات أم لمصر طرح جديد يعني هو في البداية التوحيد الموقف الموحد لتوحيد الصف الفلسطيني ولذلك عقد أساد رئيس المخابرات اجتماعا مع قادة حماس على حدة ثم مع قادة الفصائل وهناك رصيد طويل فيما تعلق بالمقترحات والدور المصري المتراكم فيما تعلق بتحقيق المصالحة وبالتالي الحديث لم يكن على هل نحقق المصالحة أم لا ولكن بحث عن الصورة النهية بحيث نصل إلى الاجتماع في القاهرة ويتم التوحيد هتكون خطوة أساسية ممكن تفتح الباب لحل الأمور العالقة الأخرى هل يتم إجراء الانتخابات أعتقد أن زيارة أساد رئيس المخابرات إلى الرئيس أبو مازين كانت لحل حالة هذا الموقف حتى يمكن أن نصل إلى أن تصبح السلطة ومنظمة التحير الفلسطينية كما قال الرئيس السيسي هي المظلة الرئيسية التي تتعامل مع العالم ولو تم حل هذه المشكلة يعني أن يحدث فقط مجرد أن يحدث موعد للانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية ويبنى عليه ربما تلطف الأجواء ما بين الطرفاء الصراع الفلسطينيين ونتحرك خطوة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والنظر في إمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية وإن كنت أرى أن الإعمار لن يكون مرتبطا بتشكيل هذه الحكومة سيكون مرتبطا بالأسرة سأكمل هذا الموضوع هي مرتبطة بالأسرة بالتحديد لأن في الصراعيل تشترط تماما أن لا يتم الإعمار قبل حسب موضوع الأسرة وهذا أمر طبيعي بالغاية وأعتقد أن حديث السيد السنوار بالأمس أشار إلى إمكانية قبول هذا يعني بس على شرط أن لا يكون طرفا أن نفصل عملية إعادة الأسرة كقضية منفصلة عن قضية الإعمار يعني أن نتزامن الحل في الناحيتين وهذا ما تطرح القاهرة وما يتم الجهد المصري بخصوصه أن يتم التحرك بالتوازي بالقضايا المعلقة المطروحة من الجانبين بحيث أن يحقق أي تقدم في قضية ينعكس إيجابيا على القضية الأخرى نعم ذكرت السنوار وكذلك كان قال تذكروا رقم 1111 هو الرقم أو العدد الذي تطلب حماس عدد الأسرة الفلسطينيين الذين تطلب حماس إطلاق صراحهم هل يعني بأن تقدما ما حدث في هذا الملف؟ هذا ملف الأسرة كانت مصر قد بزلت جهدا كبيرا فيه وحققت مسارا كاملا واقتربت من الحل الرقم الذي يحدده السيد السنوار هو سقف التفاوض المطروح وهناك سقف تفاوض آخر مطروح من إسرائيل فن التفاوض الإسرائيلي هو تعدد مراكز اتخاذ القرار يعني أن تذهب الانتناكو يتحدث بطريقة ثم وزير الدفاع بطريقة ثم دوائر صنع القرار الأمنية بطريقة وهذا ما يتم أيضا من حماس ولذلك مصر عندما أجرت المباحثات أجرتها مع كافة عناصر ومصادر اتخاذ القرار سواء في إسرائيل كان هناك حديثا مع نتنياهو شخصيا ووزير الدفاع ثم جاء وزير الخارجية إلى القاهرة مع دوائر صنع القرار الأمنية في غزة كانت مع حركة حماس ثم مع الفصائل ثم مع أبو مازن حتى لا يضيع الجهد المبزول والشراكة المصرية في الأزمة في تعدد الأراء وتباين الأراء لتحقيق مكاسب زيتية لكل الطرفين وبالتالي الموقف المصري محدد المعالم هو أن لدينا ثلاث قضايا أساسية لن يتم تحقيق إنجاز في قضية دون تحقيق إنجاز في القضايا الرئيسية قضية الأسرة لن تنفصل لكنها مرتبطة بصورة أساسية بما يمكن إنجازه على مستوى الإعمار مستوى الإعمار يحتاج إلى مؤخف فلسطيني متماسك حتى نستطيع أن نخطب العالم الخارجي أو مصر طرحت صيغة ربما بدت اليوم بوضوح من خلال إقامة مدينة سكنية يعني المعونة المصرية تصل مباشرة إلى الإنجاز هذه الصيغة تمكن تكون مطروحة ولا تعترض علي حماس ولا تعتبرها السلطة الفلسطينية افتاءات على حقها نعم من القاهرة كنت معنا الدكتور محمد مجاهد زياد المستشار بالمركز المصري للفكر والدراسات للسراتيجية شكرا جزيلا لك أول حاجة نذكرهم على مساعداتهم إلنا ونذكرهم أنهم وقفوا معنا ساعة التهدئة يعني كانوا هما وسيلة الأولى أنهم يقدموا تهدئة وكان عبد الفتاح السيسي يعني هو عن جد عن جد يعني كذا مرة أقرأ في الأخبار قول للمرة الخامسة أرجع أتصر عليك نتنياهو أنك توقف تطلق النار على غزة مصر هي الأم الأم الحاضنة للشعب الفلسطيني وهي التي تحمل قضية فلسطين منذ عام 48 وماما قبل 48 هي الأم الحاضنة التي استطاعت من خلال الحروب أن تدافع عن فلسطين وعن قضية فلسطين في المحافل الدولية وفي المعارك لا ننسى جمال عبد النصر بالفلوجة ولا ننسى السادات في حرب 70 ولا ننسى حرب الاستنزاف ودم الشهداء الدم الفلسطيني والدم المصري امتزز مع بعضه لذلك أنا أقول للشعب المصري والشعب الفلسطيني نحن شعب واحد وقيادة واحدة بإذن الله سننتصر رسالتي للوفد المصري أنه يظلوا متابع معنا ويتركناش لأنه طول عمرها مصر واقفة مع الشعب الفلسطيني وحتضل إن شاء الله واقفة معنا وتوصلنا لبر الأمان وتعب الأمان عندنا والسلام في بلادنا والله مصر نشكرها على جهود كبيرة ستنجح ستنجح كثير مصر الله يعزها هذول إخواننا وشقائنا والله يثبتهم عن الحاجة هذه قبل أن نوصل في تفاصيل هذا الملف الملف الفلسطيني نشير إلى بعض الأخبار العاجلة عن تقرير لوكالة الطاقة الدرية حول إيران فيما بالتأكيد مفاوضة في أنه مستمر حول النووي الإيراني وكالة الطاقة الدرية تقول قلقون من وجود مواقع نووية إيرانية غير معلنة ولا منعكم قادرين من التحقق من مخزون اليورانيوم لدى إيران وأن مخزون اليورانيوم لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به خاصة وأن إيران كانت أعلنت بأنها تجاوزت نسبة 3.37 التي كانت مقررة وصلت إلى 60% نسبة تخصيب في كل أحوال هذا الملف سنناقشه لاحقا ولكن مستمر مثلما ذكرنا في الملف الفلسطيني لا تزال حرب الأحد عشر يوما على غزة تكشف عن قصص إنسانية تعاني تباعة الحرب الصيادون في غزة يعانون أصلا من قيود الصيد والمساحة التي تقلصت من 15 ميلا إلى 6 أميال لتأتي الحرب وتقضي على موسم رزق ينتظرون في هذا الوقت رغم اتساع البحر ورحبته وكنوزه المكنونة في أعماقه إلا أن هدوء الموج لا يكشف صخب مراكبه الراسية والمثقلة بهموم أصحابها هنا في غزة مع فجر كل يوم تبدأ رحلة البحث عن رزق هذا النهار بقوارب خشبية ومعدات بدائية وتحديات أكبر من بحار العالم مجتمعا 6 أميال فقط مساحة الصيد المصرح بها لصيدي غزة والحرب الأخيرة قطعت أرزاقا وأسماكا لـ 12 يوما وزادت من معانتهم معانا العم درويش العاصي عصت عليه الحرب وأفسدت على رفاقه الصيادين موسم الصيد الذي ينتظرناه كل سنة في هذا الموعد 6 أميال هدولة يعني ما فيش حرية للصيادين أن تصرح يعني أنه زي إياما كان مفتوحة لـ 15 أميال زي زيك يعني يعني الفترة اللي قطعت هذه الفترة الحرب هذه كان فيه عندنا موسم يعني الموسم هذا راح وما تأتي به الشباك وما تعود به المراكب من رزق البحر وأسماكه ضمن نطاق الستة أميال المسموح بها لا يكفي كل الصيادين ولا يغطي حتى ثمن الوقود الذي يستهلكه القارب في رحلة الذهاب والإياب بعد الحرب على غزة طفت على السطح أزمة الصيادين وتجلت أبعدها 95% من محركات القوارب أصبحت لا تصلح للعمل خارج الخدمة وهي تزيد من معاناة الصيادين بشكل كبير جدا خاصة وأن الصياد بالـ 400 شكل بده يطعمه لا دول بده يصلح المحرك الحروب تدمر وفي غزة تضيق الخناقة على أهل القطاع بشكل عام والصيادين بشكل خاص الذين لا رزق لهم سوى رقعة من بحر البحر شاريتنا عبتنا البحر نعرف نشتغل في كل الدينين غير في البحر نحن أولادنا أولاد أولادنا نحن الورسة هذه قبل عن جد نحن جمعتنا كلهم وكل الصيادين زي السمك إذا طلعوا من البحر بموتوا سمع السيد الحدث حدث اليوم مستمر وفي أيضاً اختتام مناورات حماة الهيلة المصرية السودانية المشتركة اشتركوا في القناة هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً بكم من جديد في الملف الليبي وصل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا في زيارة تشمل أيضاً فرنسا التي يصل إليها غداً لمناقشة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا أعلن قصر الإليزيان الرئيس الفرنسي منويل ماكروس سيستقبل الدبيبة في باريس غداً ومن المتوقع أن تجدد باريس مطالبتها بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بدلاً عن دعمها لتنظيم انتخابات بحسب الرئاسة الفرنسية ترجمة نانسي قنقر اندلعت فجر اليوم اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مدينة سلمان غرب طرابلوس بين مسلحين في المدينة وميليشيات من الزاوية فدت وسائل إعلام الليبيان الاشتباكات اندلعت بين قبيلة في سلمان وميليشيات السيطرة على أحد السجون في المنطقة حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة وأصفرت عن خسائر مادية ولم تعلق حكومة الوحدة الوطنية على هذه الاشتباكات وفي الأثنان طلقت في العاصمة طرابلوس ملتقية المصالحة الوطنية التي تتواصل اجتماعاتها على مدار الشهر والتي يشرف عليها المجلس الرئاسي وتهدف لإنهاء الخلافات والعدوات بين الليبيين التي خلفتها وركمت الصراعات المسلحة في البلاد وأتمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالية ترجمة نانسي قنقر اذا بحسب المتحدثات باسم المجلس الرئاسي ليبي فانا ملتقى المصالحة الوطنية يهدف بالدرجة الأولى إلى إنهاء الخلافات والعدوات بين الليبيين التي خلفتها وركمت الصراعات المسلحة في البلاد طوال السنوات الماضية ملتقى المصالحة لا يضع شروطا محددة لمن سيشارك في هذا الملتقى ويهدف للتمهيد للطريق إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي وخلال هذا الملتقى سيطرح المجتمعون أراءهم حول طريقة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية في البلاد وتصورات لهيكلية المفوضية مفوضية الانتخابات بتأكيد يرتفع بعدها كل طرف يرفع توصياته والأسماء المقترحة كيتمكن المجلس الرئاسي من جمع النتائج النهائية كما أن مفوضية المصالحة الوطنية ستكون جسما له صفة اعتبارية ودمة مالية مستقلة لتنفيذ مصارات المصالحة وسيكون ملف الليبيين النازحين والمهجرين من صميم عمل المفوضية منذ أسابيع يقود رئيس المجلس الرئاسي ونائبه مشاورات ولقاءات متعددة مع عيان ومشايخ مدن الشرق الليبي وكذلك مع المكونات الاجتماعية للغرب الليبي في محاولة لتحقيق مصالحة بين كافة الأطراف الليبية هذا وتراهن الأطراف الداخلية والخارجية على هذه المصالحة الوطنية كي يتوصل الليبيون إلى تنفيذ خارطة الطريق وهي شرط أساسي لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ولمناقشة بالتأكيد كل هذه التطورات المتعلقة بالانتخابات المرتقبة بالاجتماعات كذلك اجتماعات المصالحة الوطنية ثم جولت الدبيبة وجملة المنيفي في عدة عواصم عربية وغربية نناقش كل هذه التطورات الليبية مع ضيفنا الكريم من برغازي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور جبريل عبيدي الدكتور جبريل أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم لنبدأ من مسألات الملتقى التأسيسي للمفاوضية العليا للمصالحة الوطنية هذا الملتقى للمصالحة الوطنية في ليبيا سيستمر لشهر انطلق اليوم بالتأكيد من نقصد أو من نتحدث هنا حينما يقول الليبيون أنهم يرغبون في مصالحة هل يقصدون حتى النظام السابق والشخصيات التي كانت موالية وتابعة للنظام القذافي مساء الخير لك والسادة المشاهدين نعم المصالحة الوطنية بمعناها الحقيقي هي مصالحة مع جميع مكونات الوطن مع جميع مكونات ليبيا فبالتالي أي طرف سياسي في ليبيا من حق أن يكون طرفا في هذه المصالحة أو أي طرف حتى ولم يكن سياسيا لأن الأزمة في ليبيا والحرب في ليبيا طيلة العشر سنوات الماضية العجاف طالت حتى مكونات اجتماعية دون أن تكون لها مواقف سياسية فبالتالي هذا جميعه يندرج تحت المصالحة سواء كانت بجبر الضرر أو بتحقيق العدالة الانتقالية أو غيرها أو أن نختار السيناريو الجنوب الأفريقي وهو الأنسب في مثل هذه المصالحات الأمثلة عديدة ولكن في اعتقادي إذا تم استثناء أي طرف وعلى رأسها أنصار النظام السابق ففي اعتقادي هذه لن تكون مصالحة وطنية ستكون مشكلة يعني إذا استثني الطرف من المكون الحقيقي للمجتمع الليبي فبالتالي ستكون أنت أمام إذا ربما تشمل مساعي المصالحة أنصار وشخصيات التي كانت تبعى للنظام السابق ربما سيكون في الإسلام القذافي كذلك سيكون ضمن المتصالح معهم ولكن ماذا عن الميليشيات الميليشيات التي تورطت في أعمال توصف بأعمال حرب وجرائم حرب هل ستتصالح مع الأطراف الليبية الأخرى دون محاسبة؟ أنا قلت لك هناك خياران يعني لأي مصالحة وطنية في العالم إذا أردت أن تحقيق المصالحة أنت أمام خيار إما أن تحقق العدالة الانتقالية بمقتضياتها وهي التي تعني محاسبة كل من خالف أو أجرم أو ارتكب جرم في تلك المرحلة أو أنت أمام السيناريو كما ضربت مثل في البداية الجنوب الأفريقي الذي بني على التسامح رغم المآسي التي حدث في تلك الفترة فبالتالي في اعتقادي هناك مصران هذا ما سيفضي عليه الاجتماعات من محاولة لملمة الجراح لأن الجميع كانت له ضحايا الجميع كان لديه جراح فبالتالي في اعتقادي أن التسامح والتعالي والعضل على الجراح هو الأنسب من الدخول في تفاصيل تغرقنا في عملياته أشبه بالعمليات الانتقامية إذن هذه الفرضيات المطروحة إلى غاية الآن لم يتم تحديد أي مصار تتجهي إليها الأطراف الليبية الدبيبة كان تحدث عن المصالحة الوطنية كذلك في الجزائر قال أن الجزائر مؤهلة لدعم قيادة المصالحة الليبية فهم بعض الليبيين فهموا بأن هذا تدخل من الدبيبة في موضوع من المفترض أن يكون من صلاحيات المجلس الرئاسي بداية هل حقيقة أن مسألة المصالحة هي مختصصات المجلس الرئاسي فقط وكيف تفسر هذا التصريح من الدبيبة هو للأسف أن سيد الدبيبة ورئيس الحكومة عودنا خلال المئة يوم الماضية وهي عمر الحكومة التي مضى من هذه الحكومة القصير أن الرجل لازال لا يعرف الوصف الوظيفي أو الجوب ديسكريبشن لحكومته فبالتالي هو يتنطط من مكان إلى آخر هو يدلي بتصريحات أحيانا مستفزة أحيانا تضعه في خانة المنحاز لطرف دون آخر فبالتالي لازال قلة الخبرة لدى هذا الرجل السياسية لأنه ليس رجل سياسة في الأصل فبالتالي في اعتقادي وعدم وجود مستشارين حقيقيين له ورطه في العديد من التصريحات الخاطئة والمسيئة وأحيانا المستفزة فبالتالي وانحرافه عن حتى ما صار الوصف الوظيفي لحكومته يعني حكومته مناطبها المصالحة الوطنية عودة النازحين يعني العمليات اللوجستية أو عمليات تمكين هؤلاء يعني بعد أن تتحقق المصالحة يبد أن تكون هناك إجراءات لعودة النازحين والمهجرين وإلى آخره للأسف حكومة تبيبة لازالت الآن سفريات واجتماعات نقل وزراء بعشرات الوزراء الآن عشرين وزير في إيطاليا قبلها في تركيا بعدها سيكونوا في فرنسا أليست جولات يستفاد منها خاصة تدخلت شحونية ليست الآن مرض المجد نعم دكتور جبري ولكن هذه الزيارات تأتي ببعض التصريحات المهمة من قبل العواصم الغربية حينما تتحدث باريس عن ضرورة إخراج المرتزقة وإخراج الجماعات أو سحب السلح من كل هذه الجماعات المسلحة في البلاد أليس موقفا يمكن أن ترتكز عليها الحكومة الليبية لتنفيذ مطلب سحب المرتزقة خاصة أنه كان هذا المطلب ضمن اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية نعم صحيح نحن لم نرى أي دعوة حقيقية لسحب المرتزقة إلا من السيدة المنغوش وزيرة الخارجية الليبية هذه المرأة الشجاعة التي استطاعت أن تقول أكثر من مرة وفي أكثر من موقف نعم الدفع نحو إخراج المرتزقة لكن السيد رئيس الحكومة لازال يمارس الصمت السيد رئيس المجلس الرئاسي لازال يتهرب والآخر فبالتالي نحن أمام أطراف لازالت تخجل حتى من البوح أو التصريح بإخراج المرتزقة رقم الدعم الكثيف الآن من دول أوروبية على رأسها الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية موقفها واضح وصريح من ناحية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية يعني تحديداً وكلمة القوات الأجنبية هنا تعني وإغلاق الباب أمام أي محاولة لشرعنات القوات التركية والميليشيات التركية في ليبيا فبالتالي حتى إذا أردنا القفز على المسمى لهذه القوات أنها ليست مرتزقة وأنها مجرد قوات جاءت باتفاقية معيبة أو باطلة أياً كان لكن هي تقع تحت بند القوات الأجنبية وكان تصريح الحكومة الأمريكية واضحاً عبر سفيرها وعبر حتى وكيل وزارة الخارجية الذي زار طرابلس بالقول الواضح والصريح لا بد من خروج المرتزقة والقوات الأجنبية كان على الحكومة توظيف هذا الدعم الدولي لإخراج هذه المرتزقة نعم من بنغازي كنت معنا الأكاديمي والبحث السياسي دكتور جبريل عبيد شكراً رزيلاً لك وإلى ملف آخر إلى السودان تحديات كبيرة تشهدها محاولات دمج واستعاب قوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني والتي أوصى بها اتفاق السلام في الجبال موقع في أكتوبر من العام الماضي التحديات تشمل قلة الموارد المتاحة ووجود شكالات فنية فضلاً عن أمور أخرى تتعلق بتنفيذ البدن الخاص بالترتيبات الأمنية لاتفاق السلام وصولاً إلى تكوين جيش سوداني متعدد الأعراق والمناطق والإثنيات وفقاً للمعايير والضوابط التي تتوافق مع موثيق وأعرف المؤسسة العسكرية في البلاد وللمزيد من التفاصيل بالتكيد حول التحديات التي تواجه ادماج الفصائر السودانية في الجيش السوداني تنضم إلينا هنا زميلة مي المهندس مي أهلاً بكي أهلاً بكي سارة شكراً لكي إذن إعادة تكوين الجيش السوداني ليست بالعملية السهلة أو البسيطة خاصة في بلد متعدد الأعراق والمناطق والإثنيات كالسودان بمساحاته الشاسعة ومشكلاته الاقتصادية الجمة دعونا نسلم أولاً أن إعادة تكوين جيش قومه أحد مطالب ثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام السابق نظام البشير ولكن ما هي هذه التحديات التي تواجه هذه العملية بداية دعونا نوضح بأن استيعاب جميع هذه القوات في المنظومة العسكرية يأتي في وقت لا تزال الحكومة الانتقالية تجري فيه مفاوضات مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في جوبا وهي الفصيل الذي لم يوقع على اتفاق جوبا للسلام حيث ستكون هناك ترتيبات أمنية خاصة بها لن تدخل في البروتوكول السابق كذلك الحال بالنسبة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور التي قد تنضم لركب السلام لاحقاً إذ التقى الأخير برئيس الوزراء عبدالله حمدوق قبل أيام في جوبا ويرى بعض المراقبين أن هذه الاشتباكات أو الاشكاليات كان لابد من حسمها أولاً قبل توقيع اتفاق السلام ليكون فعلياً شاملاً لكافة الحركات المسلحة يصحبه اتفاق واحد للترتيبات الأمنية وهو البند العالق الآن في الاتفاق مع الحركات الأخرى الموقعة أصلاً على اتفاق السلام أمر آخر لا يخفى على أحد في الأوساط السودانية وهو أن المؤسسة العسكرية متخوفة من الوضع الحالي لهذه القوات التي دخلت فعلياً إلى العاصمة الخرطوم بحسب المراقبين إلا أن القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل قال إن الثقة في الحكومة الانتقالية كبيرة بشأن تنفيذ هذه الترتيبات الأمنية مضيفاً أنه ثمت زيارات متبادلة وعملاً مكثفاً مع الأجهزة العسكرية لكن القيادي أتى ورمى باللوم على المكون العسكري بشأن التأخير في الترتيبات الأمنية ومسألة الترتيبات الأمنية العالقة تتبع آليات يجب تنفيذها تبدأ بتشكيل المجلس الأعلى المشترك برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ثم إصدار مرسوم بتشكيل اللجنة الأمنية المشتركة تضم فريقاً من الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين وصولاً إلى تشكيل لجنة دائمة لوقف إطلاق النار وقوة مشتركة لحماية إقليم دارفور وفيما القلق يخيم من عدم الوصول إلى هذه الغاية يؤكد زعماء الحركات بأن قواتهم ليست ميليشيات أو تجمع قبلي أخيراً فإن التمويل المادي لإتمام هذه الترتيبات الأمنية ما زال يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف سارة حتى الآن إذن هي جملة تحديات تقف أمام توحيد الجيش السوداني من جهة وإتمام ترتيبات الأمنية هذا صحيح بالتأكيد سنناقشها بالتأكيد كل هذه النقاط مع ضيفنا الكريم في كل أحوال مي المهندس الزميلة شكراً جزيلاً لك شكراً لك ولمناقشة كل هذه النقاط والتفاصيل التي ذكرت سابقاً في تقريب زميلة مي المهندس من الخرطوم ينضم إلينا مدير مركز الدراسات الدولية والخبيل الأمني الفريق حنفي عبد الله سيادة الفريق أهلاً بك على شاشة الحدث وضيفاً على برنامج حدث اليوم إعادة تشكيل جيش سوداني أهلاً بك وسلام عليكم إعادة تشكيل جيش سوداني قومي هو كان مطلب من مطالب حرك أو ثورة السودان التي أسقطت النظام السابق كان كذلك ضمن بنود اتفاق جبع الموقع بين الفصائل ما الذي أخر توحيد مؤسسة الجيش السوداني وأخر إتمام كل ترتيبة الأمنية شكراً جزيلاً طبعاً بطبيعة الحال هذا مطلب عادل ومطلوب ودائماً بعد كل الفترات الانتقالية الخاصة التي تكون فيها صراعات مسلحة يتم ما يعرف بالترتيبات الأمنية وعمليات الدمج والتسريح مسألة أن يكون هناك جيش نظامي جيش يشمل كل المواطنين السودانيين هذا مطلب وظل كذلك منذ استقلال السودان وإن كانت حصلت بعض المتغيرات في إطار هذه السنوات هذا الأمر طبعاً متروك لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومع الحركات وهي ما يعرف بعمليات الدمج والتسريح التي من خلالها يتم تحديد عدد محدد من الحركات وفق منظومة معينة يتم تصنيفهم وفرزهم وبالتالي يتم تحديد من يتم إلحاقهم ودمجهم في القوات المسلحة أو في قوات الشرطة ألم تتأخر هذه المرحلة؟ سبعة أشهر مضت بعد اتفاق جوبا خمس حركات من دارفور تحمل أعذرني على المقاطعة سيدة الفريق خمس حركات من دارفور تحمل المكون العسكري في الحكومة الانتقالية مسؤولية عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية هل بالفعل الحكومة غير جادة وغير راغبة في إتمام هذه الترتيبات؟ أم أنها ببساطة غير قادرة مالياً وإدارياً؟ أولاً هناك إرادة حقيقية وهناك إجماع كبير جداً في تنفيذ الترتيبات الأمنية وأنا أقول ليس هناك من يطلق عليهم المكون العسكري هناك مجلس سيادة يشمل عسكريين ومدنيين وليس هناك كما ذكر في التقرير أو ذكر في البيان المجلس العسكري كما ذكر المسألة الثانية أنا كنت أعتقد بأن هذا البيان يشكل إرباك للوضع السياسي والأمني كان من المفترض أن تتواصل القيادات الحركات في إطار المجلس الشركاء في إطار اللجان المشتركة مع السلطات المعنية لتنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت بالفعل يعني بدأت بحددت القوات المسلحة العناصر التي ستشارك في هذه العملية وكذلك الأجهزة الأمنية وكذلك قوات الشرطة وقوات الدعم السريع وتم إخضاع هؤلاء لدورات تدريبية المسائل اللوجستية وما إلى ذلك ومسائل الميزانيات هي العائقة الأساسي لهذه المسألة وأنا أعتقد وزير المالية من الجفهة السورية هو يعلم تماما بأن العائقة الأساسي هو العائقة المادي والمجتمع الدولي كان من المفترض أن يقوم بواجباته في هذه المسألة وأنا أعتقد إذا توفرت هذه المسألة المسألة كلها ستأخذ وقتا بسيطا ضيقا هناك إرادة حقيقية للخروج من هذه المسألة وأنا أعتقد كل ذلك سيدة الفريق كانت هناك حركة في السودان في 1972 أعتقد إسماء أنانيا كانت لدمجها في القوات الرسمية تطلب الأمر عشر سنوات كاملة ومع هذا في 1983 عادت هذه الحركة إلى مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية الرسمية هل يتطلب الأمر كل هذا القدر والعدد من السنوات ليس ذلك السبب حصلت أخطاء في تنفيذ اتفاقية أديس عبابا مع الجيش الشعبي لجنوب السودان وتم دمج هذه الحركات ومن بينهم جون قرنك وسيل فاكر الآن كان من ضمن الذين تم دمجهم في القوات وبالتالي هذه القوات نتيجة أخطاء أخطاء مجابهة حكومة مايو لعدم اتفاق أو في تنفيذ اتفاق سلام أديس عبابا هو الذي أدى إلى أن يعود الجيش الشعبي للتمرض في 1983 أما المسألة الأخرى المتعلقة بالمفاوضات هذه أول مرة تكون فيها حركات مسلحة بهذا الاتساع وبالتالي في ظل الظروف الاقتصادية في ظل الحراكة الإقليمية وما إلى ذلك أنا أعتقد هناك إمكانية لحل هذه المشكلة وإمكانية أن تعمل اللجان المشتركة في إزابة كافة المعاوقات وأن تعود الروح التواؤم الذي بدأ في اتفاق سلام جبا لتنفيذ الترتيبات الأمنية بروح وطنية بعيدا عن البيانات الصحة أنا يخشى والمجتمع الدولي يقوم بدوره سيادة الفريق ألا يخشى من دمج هذه الحركات المسلحة باعتبار أن البعض يعتقد بأنها جماعات قبلية مسلحة غير منظمة ربما أو يصعب الاعتقاد بأنها ستلتزم بعقيدة الجيش الموحد السوداني أول شيء عمليات الدمج والتسريح هي عملية فنية لا يمكن طبعا بطبيعة الحال أن يتم إدماج كل هؤلاء في القوات المسلحة أو في الشرطة أو قوات النظامية هناك ترتيبات فنية الرجوع العودة للمؤهلات والخبرات هناك طبعا عدد من العناصر التي أصلا في الأصل كانت في القوات المسلحة أو في الشرطة وبالتالي عمليات الفرز والتصنيف تؤدي إلى إدماج هؤلاء في قوات المسلحة وغلوات النظامية من يتبقى وليس صالحا في المسائل العسكرية سيتم إدماجهم في الخدمة المدنية إذا كانت توفرت إمكانات قدرات أو من لا يملك هذه القدرات إمكانية أن يتم إعطاهم دعومات للغنقرات في الحياة السياسية وسبو الكذب العيش بصورة سليمة وصورة كريمة تعيده إلى المجتمع السوداني لأن كثير جدا من هؤلاء الذين كانوا ينشطون في الحركات المسلحة أصلا لم يكونوا في قوات عسكرية وإنما انخرطوا في تدريبات ليست بمستويات القوات النظامية أو القوات المسلحة وبالتالي يإكمال هذه المسائل بالتدريب والصقل وكذلك مسألة إدماجهم في المجتمع بأي صورة سواء كان في الخدمة المدنية أو القطاع العام أو خدمات أو مدهم بما يمكنهم العيش الكريم في ظل السودان الواحد الذي يحتاج إلى كل هذه الانخراط في المجتمع السودان شكرا لكم من الخرطوم كنت معنا مدير مركز الدراسات الدولية والخبير الأمني الفريق حنفي عبدالله اختتمت اليوم المناورات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر والتي استمرت لستة أيام شاركت فيها القوات البرية والدفاع الجوي والقوات البحرية رئيس الأركان السوداني قال إن التعاون المشترك بين الجانبين شهد تطورا تجاوز الإطار النظري إلى العمل أما رئيس الأركان المصري فأشار إلى أن القوات السودانية والمصرية ستنفذ نسخة جديدة من التمرينات العسكرية في الوقت القريب سيناريو متكامل لمعركة افتراضية لتأمين المنطقة مشهد تشكل في ختام المناورات المشتركة بين القوات المسلحة السودانية والمصرية التي شاركت فيها كل التشكيلات العسكرية من القوات الفرية والدفاع الجوي والقوات البحرية والقوات الخاصة لتنفيذ كل التكتيكات الحربية من تدمير قوات العدو والعمليات الخاصة إلى الاقتحام الجوي وعمليات البحث والإخلاء وعمليات الدفاع الجوي ضد أي هجمات جوية رئيس الأركان السودانية جدد سعي القيادة العسكرية السودانية لتحقيق الانسجام مع الجيش المصري وتوفيق المفاهيم مضيفا أن التمارين المشتركة هي لرفع القدرات ولا تمثل استهدافا لأحد غايته رفع مستوى القدرات الغتالية للقوات كخطوة للأمام على طريق تطوير الجيوش لتشكل رادعا للمتربسين والأعداء ومسايرة للتهديدات المتوقعة والمحتملة وليس استهدافا لأحد رئيس الأركان المصري أكد استمرار التعاون العسكري المشترك بين السودان ومصر مشيرا إلى الاستعداد للنسخة القادمة من التدريبات المشتركة في وقت قريب نصفه كتدريب نوعي ونقيمه استراتيجيا وعمليتي وفقا لمعايير دقيقة تراعي الاعتبارات الوطنية المصرية والسودانية والمصالح المشتركة والأوضاع الإقليمية وطبيعة التحديات والتهديدات المحيطة تختتم اليوم مناورات حماة النيل التي استمرت لأكثر من ستة أيام وسط مطالبات باستمرار التعاون العسكري ما بين السودان ومصر لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة محمد عثمان الحدث الخرطو اختتم المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفت زيارته لصنعاء مؤكدا عدم التواصل الاتفاق بين الأطراف بخصوص بنود المبادرة التي طرحها منذ أكثر من عام لوقف الحرب والبدء في المفاوضات السياسية أشار جريفت في مؤتمر السحفي بمطار صنعاء إلى الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد بشكل فوري بما في ذلك الهجوم على مأرب وفتح الطرق أمام حركة الأشخاص وفتح مطار صنعاء وأنه من الضروري جدا إزالة العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية والوقود مشددا على أن كسر دائرة الاضطرابات السياسية والعنف في البلاد لا يتحقق إلا من خلال تسوية تفاوضية تحقق الحل السياسي والمواطن المتساوية وأن كل هذه المقترحات تتماشى مع رغبة جميع الأطراف إلا أننا لم نرى بعد اتفاقا وفي تطورات جائحة كورونا قالت دراسة الأوروبية إن هناك دليلا أوليا على تصنيع الفيروس في الصين عبر العثور على بصمات فريدة تشير إلى أن الفيروس لم يأتي من الطبيعة مشيرة إلى أن علماء الصين حاولوا عكس هندسة نسخة من الفيروس لجعله يبدو كأنه تطور من الخفافيش بشكل طبيعي مع كثرة الخلاف حول منشأ فيروس كورونا إذا ما كان مصنعا في مختبر أو أنه فعلا تطور بشكل طبيعي من الخفافيش علماء أوروبيون يحسمون الجدل دراسة جديدة لعالمين بارزين بريطاني ونرويجي أكدت أن علماء الصين حاولوا عكس هندسة نسخة من الفيروس لجعله يبدو وكأنه تطور بشكل طبيعي من الخفافيش بينما الحقيقة أنه تم تصنيعه في المختبر لكن هذه الحقائق تم تجاهلها من قبل الأكاديميين والمجلات الطبية الكبرى حسب ما ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية العالمان أكد أنهما عثر على بصمات فريدة تشير إلى أن الفيروس لم يأتي من الطبيعة حيث تتبع أبحاثا صينية منشورة ركزت على كيفية بناء أدوات لصنع الفيروس وكان جزء كبير من هذه الأبحاث ينطوي على التلاعب بالفيروسات الطبيعية في المختبر لجعلها أكثر عدوى ما يسمح للعلماء بدراسة تأثيرها المحتمل على البشر وحتى إن اختلف العلماء المختصون حول أصل الفيروس إلا أن الجميع اشتركوا في التأكيد على ضرورة حسم هذا الملف فعالم أوبيئة أمريكي قال إن مستقبل الصحة العامة على المحك مطالبا بتحقيق كامل في أصل فيروس كورونا ورأى أيضا أن فريقا مستقلا من علماء الأوبئة سيحتاجون للعمل في الصين لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام حتى يتمكن العالم من تفكيك أصل الفيروس حيث أنه إذا لم يتم فهم أصول كوفيد تسعة عشر سيكون هناك كوفيد ستة وعشرون وكوفيد اثنان وثلاثون أي المزيد من التحورات الأكثر انتشارا وعدوى رشخيات الحدث إذن هذه الساعة من حدث اليوم من تات نلقاكم عسل ساعة الثانية ملفات أخرى تفتح للنقاش بينها الجزائر، العراق، لبنان والملف النووي السلام عليكم ألخيت على هذه المدينة آلاف الأطمان من خنابل التحرير اتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات إيرانية في دير الزور بسوريا إلى سبعة وخمسين قتيلا بالأسف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية على رأسها حزب الله عمل على إثارة الطائفية إلى أي مدى هذا الموضوع خطير في مستقبل أيام؟ إن انفجارا هز منطقة الميادين الواقعة بريد في دير الزور الشرقية مسألة الإنسانية اليوم تفرض ذاتها وهو أعنف الفجار يضرب عفرين بداية عن الجزء بقتل 12 شخصاً أحدهما في مدينة عزاز طريقات عشرات الخيام بمخيم كفر عروك للنازحين في إدلب الشمال السوريين لا بد شيء من هذا الدنيا منها بس نرجع ع بيوتنا إن إيران ما زالت تواصل عمليات التجديد لصالحها في سوريا عشرات الآلاف من المعتقلين يواجهون مصيراً مجهولاً ضمن معتقلات النظام في لبنان ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار في صوف السوداء الدولار يضرب أرقاماً قياسية في التهام العملة اللبنانية هنا خلفي هناك مصرف وتم أحراطه هناك إصرار من جانب حزب الله على حرفي الثورة باتجاهه للضغط على المصرف المركزي وتحميله وحده المسئولية فيصر ربما المحتجون على موضوع قطع الطرق في لبنان هل الحكومة تسير في وادن والاحتجاجات في وادن آخر؟ المطلوب هو أن تستعيد الدولة حضورها الشعب هالطبقة السياسية ضحكت عليه كل لبنان جعل لاش تكسير ما الذي يضمن أن هذه الأموال لا تهرب إلى الخارج؟ لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة علينا أن نقرأ أننا أمام ثورة جياعة البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان؟ كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بسر إخباري متصر لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب مهمة تبدأ ولا تنتهي رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان مولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفتت بالذاكرة أو على الجدران عن ضحايا للغدر سقط لم يغن عنه انفرار ولن تبعر خفع أخواتي للإنسخار بس وإذ هؤلاء ممكن خوفي كله عامل وبي كيف تصنف هذه الهجمات من حيث التوقيت ومن الجهة التي ممكن أن تتبنىها؟ إيران مصرع لأن يكون العراق حلبا للصراح هذه الصواليخ ابتداء هي صواليخ عادتية هي تحاول أن تخلط الأوراق ماذا تكرار انتهاك السيادة العراقية؟ أي لغة لدى الرجل كي يستخدمها مع القوات الأمريكية؟ هل سيستطيع الكاظ من مواجهة هذه الميليشات التي تصر على السيناريو الأبغاني مثلا؟ أنا أعتقد الأتراك والإيرانيين يبحثون عن مجالات حيوية أوسع في العراق كم هي المسافة التي دخلت إليها القوات الركية الآن على الأرض؟ كل المعلومات الأمنية تتحدث عن انفجار الخزان الرئيسي داخل المستشفر الكارثة حلث هذا يفتح الكثير من الأوراق عن الفساد الذي لم يستثن حال المشافي في العراق زالت التحديقات مستمرار هل هناك ترجيحات لأن تكون شبهة جنائية خلف هذا الحادث؟ أهلا بكم إلى الساعة الثانية من برنامج حدث اليوم قصتنا الأولى كانت من قطاع غزة وكان في محرصيها القاهرة تدعو إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني والفصائل ترفض ربط ملف الإعمار بتبادل الأسرع مع إسراء أما القصة الثانية فستكون من إيران وافي تفاصيلها إيران تتمسك برفع كامل العقوبات الأمريكية وأتؤكد أن المفاوضات بينا بلا سقف زمني وأي جولة قد تكون الأخيرة أما القصة الثالثة فستكون من العراق وافي تفاصيلها على وقع اعتقال القيادي قاسم مصلحة الحشد الشعبي يهدد الكاظمي بالتصفية على الطريقة اليمنية أما القصة الرابعة ستكون لبنانية وافي تفاصيلها الحريري يلتقي بالري حول الحكومة وحديث عن تشكيلة من 24 وزيرا بدون ثلثة معطلة السلام عليكم في تطورات الملف النووي الإيراني وفيما تتواصل مفاوضات بينا أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه لا يوجد سقف زمني للمفاوضات النووية في بينا وأن أي جولة منها قد تكون الأخيرة فيما قال مصدر دبلوماسي غربي للحدث إن هناك شعورا متزايدا بين جولة المحادثات هذه لن تكون الأخيرة مشيرا إلى وجود قضايا رئيسية عالقة ومؤكدا أن القرارات السياسية التي اتخذت في طهران وواشنطن قبل العودة للجولة الخامسة لم تكن كافية معتبرا أن هناك الكثير من التفاصيل التقنيا متعلقة بالتزامات إيران والتي تعيق إحراز الكثير من التقدم ترجمة نانسي قنقر جولة المحادثات الخامسة في بينا لم يسجل فيها المشاركون خرقا وفقا لمفاوضين والدبلوماسيين وسط أنباء عن إمكانية استئناف جولة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة دبلوماسيون عزوا فشل جولة المحادثات الخامسة في التوصل لاتفاق إلى تفاصيل كثيرة وقضايا أساسية ما زالت محل خلاف بالإضافة إلى أن وفد طهران لم يكن يمتلك المساحة الممكنة للتفاوض على حد تعبيرهم وهم يتفاوضون بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي هناك قضايا عالقة في المفاوضات مع إيران لا يمكن حلها في فيينا الوفد الإيراني إلى فيينا برر عدم التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية إلى الحاجة لمزيد من التشاور مع قادته في طهران المفاوضات معقدة للغاية وتوصلنا إلى حل أهم القضايا الخلافية لست متأكدا من إمكانية الوصول لاتفاق في نهاية هذه الجولة وقد تكون هناك حاجة للعودة إلى العواصم للتشاور إيران وحسب وزارة خارجيتها أبدت أيضا عدم استعجالها في حسم المحادثات مع القوى العالمية وأجدد التمسك طهران برفع كافة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عقب انسحابها من الاتفاق النووي وحسب مصادر الدبلوماسية فإنه من غير المعروف متى سيعود المفاوضون في جولة سادسة وسط مخاوف من أن إمكانية عقدها الأسبوع المقبل قد تكون غير مثمرة كونها ستأتي في وقت ينعقد مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة ملف إيران وتخليها عن التزاماتها النووية والي المزيد من التفاصيل والمعلومات حول ما إرجي لان في فيينا بخصوص النووي الإيراني من فيينا تنظم إلينا مفادة الحداث راغدة بهنم راغدة هلان بيكي راغدة اتفاق قد يعقد هذا الأسبوع هذا كان تصريح لدبلوماسي أوروبي لوكالة رويترز إلى أي حد الأجواء بالفعل في فيينا توحي بأن ثمة اتفاق مرتقب قريب سيكون ربما على الغالب نهاية الأسبوع الأجواء كلها في الواقع تشير إلى عكس ذلك بأنه لن يكون هناك أي اتفاق في نهاية هذه الجولة أو نهاية هذا الأسبوع ولكن دعيني أشير أيضا إلى ما تم ذكره في نهاية التقرير عن تقرير الوكالة الدولية أو عن اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل مجلس المحافظين تابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا الاجتماع أيضا مرتبط بسير هذه المفاوضات هنا صدر هذا التقرير يعني كان هناك تقرير أو تقريرين صدرها قبل قليل عن رفايل دروسي أمين عامل وكالة الدولية للطاقة الذرية وهو وجه انتقادات شديدة في الواقع لطهران أولا لجهة تخليها عن التزاماتها النووية وتخصيب اليورانيوم بمستويات قياسية وثانيا لجهة عدم تعاونها بتقديم إجابات شافية للوكالة حول العثور على أثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع سرية كنت حدثت أنا خلال نهار بأن هذين التقريرين نقلا عن مصادر ديبلوماسية هنا هناك محاوف من أنها قد تؤثر أو يعني هذين التقريرين مضمونة وما قد يؤثر على سير المحادثات هنا خاصة وأن مجلس المحافظين الأسبوع المقبل سيناقش مضمون هذين التقريرين الآن التوجه هنا بأن تختتم جلسة المفاوضات هذه في الأيام القليلة المقبلة يوم الأربعاء أو يوم الخميس يعني بأقصى حد ولكن هذا القرار لم يتخذ رسميا بعد ما زال المفاوضون يناقشون كيف سيختمون هذه الجولة ومتى سيعودون أيضا هم يناقشون إذا كان من الجيد العودة الأسبوع المقبل وإجراء هذه المفاوضات بموازات في الوقت نفسه التي تجري فيها المفاوضات على الجهة الأخرى من نهر الدنيوب إذا ما أردنا في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري هذه المحادثات المتعلقة بالتقريرين الذين رفعهما رفايا الجروسي اليوم لمجلس المحافظين لذلك هذه التوترات ربما تنعكس على هذه المفاوضات توترات إضافية وعرقلات إضافية هذه المخاوضة نعم كما ذكرت بهنا هذا التقرير سيناقش من قبل مجلس الحكام في الوكالة هذا الأسبوع كنت معنا إذن من فيانا مفادة الحادث راغذة بهنا شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايا الجروسي عن قلقه حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة عيث كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرر إيران في خرق بنود الاتفاق النووي مشيرا إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يفوق 16 مرة الحد المسموح به التقرير ألمح أيضا إلى عدم حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأي نتائج مرجوة من الحوار التقني مع إيران ومن واشنطن إذن نضم إلينا لمناقشة كل هذه التطورات مارك فيس باتريك كبير الباحثين في المحاد الدولي للدراسات الاستراتيجية سيد مارك أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم لنبدأ من التطور الأخير هذا التقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاق جروسي أبدأ قلقه إذا ما سماه بعض المواقع النووية الإيرانية غير المعلنة حتى أنه تحدث عن ثلاث مواقع لم ترد على الأقل موقع من بين الثلاثة لم ترد إيران عن أسئلة الوكالة بخصوص هذا الموقع إلى أي حد هذا التقرير وهذه المعلومات الجديدة فيه تبدو خطيرة وربما مؤثرة جدا على الاتفاق النووي أو على المفاوضات التي ترجل الآن في فيينا ما قاله مدرعام غروسي هو مشكلة قايمة في فترة طويلة جدا وهي ليست بالأنباء الجديدة فيما يخص إيران وعدم ردها على الأسئلة التي تطرحها الوكالة وهذه مشكلة كما قلت طويلة الأمد لأنها تظهر بأن إيران قامت بتطوير بعض الأسلحة نووية وعمال تطوير الأسلحة نووية وهي ترغب بالتحدث عن هذه العمليات هذا لا يؤثر بشكل مباشر على المفاوضات ولكنه يلقي بظلال مظلمة على المحادثات ومشكلة للمستقبل نعم هذا رأي لافت قلت أن هذه المعلومات لن تؤثر على المفاوضات ولكن ألا تعتقد بأن العواصم الغربية وحتى واشنطن حينما نتحدث عن الاتفاق المرتقب قد تهتم كثيرا بمسألة النووي باحتبارها لم تضع على طاولة التفاوض العديد من الملفات المهمة السياسية ومسألة النفوذ الإقليمية ولكن على الأقل النووي عليها أن تحسم هذا الملف العواصم الغربية ومن ضمنها واشنطن عرفت منذ سنوات بأن إيران كذبت فيما يخص عملها الخاص بطور الاستحنوية في الماضي هذا العمل حصل أو جرى قبل أكثر من عشر أو خمسة عشر سنة فالمفاوضات الحالية تدور حول نشاط إيران الحالية ونشاطاتها المستقبلية والاعتقاد السائد في واشنطن والعواصم الأوروبية وأن ما حصل في الماضي هو مشكلة ولكن لا يجب أن تمنع الاتفاق حول المسائل الحالية ومنع العودة إلى الاتفاق النووي نعم في مسألة المفاوضات النووية الآن في فيينا إيران تنفيب أنه تمت أي جمود في هذه المفاوضات وفي المقابل تدعو واشنطن لرفع كامل للعقوبات التي كانت فرضت على إيران من الواضح جدا أنه تمت اختلاف في تفسير ما هي العقوبات التي يجب أن ترفع الاختلاف بين الأمريكيين وبين الإيرانيين ما السقف المطروح أمريكيا؟ ما العقوبات التي يمكن للأمريكيين أن يرفعوها بسهولة؟ إدارة بايدن عبرت وبشكل جليل بأنها تستطيع أن ترفع العقوبات ولم تكن مفروضة في الاتفاق 2015 أما تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتدخلها بالانتخابات الأمريكية أو دعمها للجماعات الإرهابية فهذه العقوبات يجب أن تبقى هذا ما تقوله واشنطن هذا موقفها وكما قلت فإن إيران تقول يجب أن ترفع كافة العقوبات لا يزال هناك بعض الاختلاف في مسألة رفع العقوبات نعم لنفترض أن الأمريكيين والأوروبيين والإيرانيين لم يتوصلوا إلى اتفاق في هذه الجولة ربما حتى في الجولات المقبلة لن يكون هناك اتفاق نووي جديد هل تتوقع في هذه الحالة بأن إيران سترفع من مستوى انتهاكاتها لارتفاق النووي السابق في هذه الحالة ما الرد الأمريكي؟ لسوء الحظ بأن إيران وبشكل واضح عازمة على رفع مستوى انتهاكاتها كأسلوب للضغط على الولايات المتحدة لرفع كافة العقوبات إيران سبق وأن تجاوزت إلى حد كبير كمية اليورانيوم المخصب ومستوى التخصيب وفيما خص تقليص درجة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأخشى بأن الخطوة التالية ستكون جعل التعاون مع الوكالة الدولية غير قابل للعكس هذا سبب مشكلة جدية وكبيرة وسترغم إيران على أن تعتبر غير ملتزمة ويعاد الأمر ويحال إلى مجلس الأمن فالنتيجة أن تكون جيدة لإيران ولكنهم يلعبون لعبة ما يسمي لعبة الدجاجة أو الشفيرة الهاوية ومحاولين استغلال تهديداتهم لإرغام الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة ربما يكون لديها بعض المرونة بما يخص عدد العقوبات التي تكون ترفعها ولكنها لن ترفع جميع العقوبات وأنا متأكد من ذلك نعم من واشنطن كنت معنا مارك إس باتريك كابيل الباحثين في معهد الدولي للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لكم يبدو أن المواجهة بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي وصلت إلى مرحلة متقدمة وباتت مكشوفة بعد أن كانت تجي وراء الستار حيث وصفها بعض المراقبين بمرحلة كسر العظم خصوصا مع التهديدات المتبادلة ما بين الحكومة العراقية والحشد الشعبي بتكرار السيناريو اليمنية بدأت المواجهة الأخيرة بين الجانبين يوم الأربعاء الماضي عندما القت قوات الأمن العراقية القبض على قائد عمليات الحشد الشعبي في غرب محافظة الأنبار قاسم مصلح لاتهامه باغتيال ناشطين عراقيين هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين فالقيادي في الحشد الشعبي أحمد عبد السادة هدد الكاظم بتصفيته على الطريقة اليمنية فيما حذر وزير الدفاع العراقي جمع عناد من الوصول للترجمة اليمنية في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوزير ومترفع لواء بالألفين وواحد ولحد الآن نقاتل وقال الشهيد وحج الجريح يا أخي إحنا بعد ما نتحمل شهداء وجرح يعني هذا راح ننزل منزل خطير وما يوقف من يصير كسر عظم وصير قتله وجرحه أنا أقول لك ما يوقف خاف أحد يقول لك أقدر سيطر علي نعم ما يسيطر علي فلتان موجود أسلحة بدون علم الدولة موجودة وبالتالي كلها راح تستخدم لا سامح الله نعم وراح نشوف شيء نحن ما نرغب هذا وهدد القياد في الحجد الشعبي أحمد عبدالسادة في لقاء تلفزيوني من أنه إذا تم الاعتداء على الحجد الشعبي مرة أخرى من قبل السلطة سيتم تنظيف المنطقة الخضراء من العملاء على حد وصفه كما حدث في ترجبة الحوثيين في اليمن هذا المشروع خطير حتى حياتك تفقدها أنت يكاظمي حتى حياتك تفقد حياتك بسبب مغامرتك ومخاطرتك باستهداف الحجد الشعبي أعطيك مثال مثلا قضية أنصار الله باليمن البارحة اللي صار بالخضراء هو خطوة متأخرة بخطوة واحدة عن قضية تجربة أنصار الله باليمن والكاظم إذا سوا بعد خطوة باتجاه الحجد الشعبي رح يستنسخ تجربة تستنسخ تجربة أنصار الله والكاظم لو يشغل بسليمونية لو ينكتل بالطريق بسليمونية يعني إذا بعد أعاد التجربة لا موانهدد هاي قراءة هاي قراءة إذا ندق بعد بالحجد الشعبي واعتقل واحد قراءتي للموضوع تستنسخ تجربة أنصار الله بالعراق وما يبقى واحد من العملاء بالمنطقة الخضراء ومن لندن ينضم إلينا الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات مجهد السميداي السيد مجهد أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم لندأ من هذه التصريحات لمن يوصف به هو أحمد عبد السادة البعض يقول أنه قيادي في الحجد ولكن بحسب الفيديوهات المنتشرة وشاهدت الكثير منها هو يعرف بأنه صحفي ومقرب للحجد الشعبي ما أهمية وقوة كلام هذا الرجل وجدية كلامه مساء الخير سيد سارة ومساء الخير على مشاهدي قناة العربية الحدث في الواقع هذا الشخص حتى الكلام أو التعليق على ما قاله يعتبر فتشي كبير بحقه هو رجل طائفي مريض بالطائفية ليس له أي إمكانية سوى بث الفتنة وبث بذور الفتنة في أي مكان وفي أي تعليق لو تلاحظين كل تعليقاته من اليوم ورجعي فتسنة لي ورات شوفيها كلها طائفية كلها عبارة عن تحريض على القتل تحريض على الإرهاب تحريض على اتهامات للأطراف الأخرى هو صحفي ولا قياد هو بوق لإيران وبوق للحجد الشعبي هو صحفي مرة يعتبر نفسه صحفي مرة يعتبر نفسه مقرب من الحجد مرة في كل مرة يرمي نفسه في مكان ومن نهاية هو صحفي هو بوق من أبواق إيران وبوق من أبواق الحجد الشعبي وبالنتي جرد على أحمد عبد السادة هو أصلا كثير في حقه نحن لا نرد حقيقة وإنما هناك حديث نعم تعرف سيد مجاد بينها ثمة حديث في العراق الآن تشبيه العراق بما يجري في اليمن لهذا أسألك هل هذه التهديدات جدية حينما يتحدث تتحدث ميليشيات الحجد عن تجربة السنساخة تجربة اليمنية حينما يقول وزير الدفاع العراقي بأنه يخشى أو يحذر من سيناريو اليمن في العراق هل هناك خشية جدية من انقلاب في البلاد من قبل الحجد الشعبي؟ لا يستطيع أحد أن يدير عملية انقلاب في البلاد العراق بلد كبير وبلد قوي بلد لديه قوات عسكرية كبيرة جدا أكثر من مليون ونصف بلد لديه جهاز مكافعة إرهاب هو من أقوى أجهزة مكافعة الإرهاب في العالم قاد معظم عمليات التحرير قاد جهاز مكافعة الإرهاب أعطى آلاف من الشهداء بعد قاد جهاز مكافعة الإرهاب لوحده ويستطيع رد أي ميليشيا أو أي قوة مهما كانت قوتها أن تخرج عن الدولة الحشد الشعبي بالنتيجة هو خرج بفتوى هو نتاج لفتوى مرجعية وبالنهاية ينتهي هذا الحشد أو ينتهي هذا الإطار القانوني والديني بانتهاء هذه الفتوى وكما تعلمنا السيد السستاني عن طريق العتبة العباسية قبل كم يوم أعطى تهديد واضح بأنه قدم بفتوى وينتهي بفتوى وبالتالي باعتقادي الحلقة الأضعف في مواجهة الدولة هم الحشد جميع الأسلحة التي يمتلكونها هي أسلحة إيرانية وأسلحة لا تقارن بأسلحة الجيش العراقي نهائيا الجيش العراقي يمتلك دبابات برادل يمتلك أفسد طعش يمتلك جميع الأسلحة المتطورة باستطاعته رد أي قوة عسكرية كانت مهما كان عددها وبالتالي خروج ميليشيا أو خروج ميليشيا أو محاولة ميليشيا أو جهة رسمية داخل الدولة بعمل انقلاب أو احتداء على رئيس الوزراء بالتأكيد ستفشل ولو أنها أخذت وقت ولكنها ستفشل العراق دولة مدعومة من المجتمع الدولي سيد مجاهد مدعومة من قبل دول عظمى تعلم أنه على الأرض في العراق في المجدان العراقي الأمور ربما لا تكون مطمئنة كثيرا الميليشيات قادرة على القيم بالسعراضات في المجدان في المنطقة الخضراء وقرب السفرات تستهدف بتأكيد البحثات الدبلوماسية وتستهدف مناطق في العراق هل تعتقد فعلا بأن حكومة الكاظمي قادرة على تهديئة هذه الأوضاع على احتواء هذا الوضع في الواقع حكومة الكاظمي في البداية أخطأت كثيرا باصطدامة مبكر مع الميليشيات التنازل للكاظمي مرة أدى هذا التنازل أن تقوم الميليشيات أو أن تجبر الميليشيات الكاظمي أن يتنازل في كل مرة لو كان الكاظمي حديا في اليوم الأول لاستلامه للسلطة في العراق لما كان هناك استعراضات للقوات العسكرية للميليشيات في بغداد في وقت السيد العبادي لم تكن تستطيع الميليشيات القيام بعمليات استعراض في بغداد كان هناك جهاز أمني حقيقة قوي استطاع احتواء أجزاء الميليشيات واحتواء الحشد ومنع حدوث أي خلل أمني ولكن باعتقاد السيد الكاظمي تراخيه في بعض الأحيان أدى إلى حدوث هذه الفوضى لو كان سيد الكاظمي جديا أو تراخ أم حاول أن يحل المسألة بطريقة هادئة؟ الحلول الهادئة هي حل ولكن بوجود ميليشيات أو خارج الدولة بالنهاية في كل المرات السابقة في كل تاريخ الدولي والتاريخ الدول النامية عندما تكون هناك ميليشيات ستصل الدولة في يوم من الأيام إلى حالة الصدام الميليشيات تقبل التفاوض في بعض الأمور ولكن هناك مصالح خاصة لهذه الميليشيات في الدولة لا تستطيع القيام بالتنازع عنها وبالتالي شاء الكاظمي أم أبا أو كان هناك الكاظمي أو لم يكن الكاظمي أو قدم هناك رئيس وزراء آخر سيكون هناك مستقبلاً صدام بين الميليشيات وبين الدولة هذا الحادث أو هذا التاريخ موجود في كل الدول النامية التي توجد فيها ميليشيات وتوجد فيها قوات خارجة عن سلطة الدولة نعم من لندن كنت معنا الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات مجهد السميداي شكراً جزيلاً لك إذن الخارجية المصرية ترفض تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول نية بلاده لبناء سدود أخرى على النيل هذا في التصريحات المصرية تطور بتاكيد ملف سد النهضة وحدث اليوم مستمر وفيه أيضاً الحليل يبحث مع السنيورة وميقاتي وسلام السلام ملف تشكيل الحكومة اللبنانية هذا صور المباشرة يتضا المسؤولية القاتل على الإ ترجمة نانسي قنقر لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث نحفاً عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى؟ هذه قصة آت الألاف من السوريين أهلا بكم من جديد التقى رئيس الحكومة المكلف لبنان سعد الحريري في قصر عينتين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وذلك في إطار المساعي الأخيرة لتشكيل الحكومة حيث لم يدلي بأي تصريح أفقى مصادر فقد وصفت اللقاء بالإيجابي مضيفة أن بري والحريري ناقشا مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها يشار إلى أن بري طرح تشكيل حكومة من أربع وعشرين وزيراً لا يملك فيها أي طرف التلت المعطل وما يزال الخلاف على تسمية وزيرية الداخلية والعدل بالإضافة إلى استراد فريق رئيس الجمهورية على تسمية الوزراء المسيحيين اشتركوا في القناة تدهول كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحاريري ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمم سلام آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد وما يتعلق بمصاري ملف تشكيل الحكومة الجديدة وذلك خلال لقاء عقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت من مدينة طرابلوس في الشمال اللبناني انضم إلينا الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس سيارة المستقبل دكتور علوش أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم الحاريري سامع اليوم من بري مبادرة ما يعرف عن هذه المبادرة أن ما طرحه بري هو حكومة من 24 وزير ولا يملك أي طرف فيها ثلثة المعاطل نريد تفاصيل أكثر حول شكل هذه الحكومة حكومة سياسية من 24 وزير أم حكومة اختصاصيين وهل قبلت من الحاريري؟ مبدأ العدد هو ما تم البحث به بشكل أساسي وكان أسرار سعد الحارير دائما على 18 وزير لعدم الدخول في متاهات الوزراء الإضافيين وإلى من ينتمون وإلى ما هنالك لكن بالنهاية إذا أردنا أن نصل إلى تسويات تسند إلى العدد ولكن في الوقت ذاته تسند إلى المبادئ ذاتها أي حكومة منها الاختصاصيين غير الحزبيين يعني عمليا لا يوجد غير سياسيين في لبنان فكل من يتكلم حتى في أي شيء يعتبر نفسه يتكلم في السياسة ولكن حكومة من غير الحزبيين من الاختصاصيين من دون سلسة معطل هذا هو المبدأ الأساسي الذي يركز عليه الرئيس الحريري يضاف إليه الاحتفاظ بالحق الدستوري بتعيين وتسمية الوزراء وعمليا ما تم مناقشته كيفية الخروج من قضية الوزراء الإضافيين يعني عمليا هناك تسمية لوزيرين مسيحيين خرجت كعقدة من عند الوزير جبران باسيل عمليا لتفخيخ الحكومة ورئيس الحريري مصر بأن حقه الدستوري هو أن يسمي الوزراء بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم هو تراجع أي أقصد هنا الحريري تراجع عن مسألة 18 وزير وقبل الآن بـ 24 وزير هو كذلك مصر بأن عدد الوزراء المسيحيين سيكون ثمانية أو في مقابل ماذا بخصوص وزارات العدل والداخلية كان هناك حديث بأن الرئيس عون هو من يسمي هؤلاء طبعا هذه الأمور بقيت معلقة ولم تصل إلى نتيجة واضحة وحاسمة حتى الآن لأن القضية دائما مع رئيس الجمهورية الحالي ومع فريق السياسي هو أنه دائما هناك شيء قطبة مخفية دائما هناك شيء وراء الأمور لإعاقة إنتاج الحكومة أو لحصول على سلس معطل بطريقة مواربة لذلك هناك طلب الرئيس الحريري 24 ساعة لمشاورة أولا رؤساء الوزراء السابقين وكتلة طير مستقبل وأيضا الهيئة الرئاسية في طير مستقبل حتى نصل إلى نتيجة بهذا الخصوص وربما يقدم تشكيل بعدها إذن نفترض كذلك بأنه لم يتحدث عن تمثيل حزب الله في هذه الحكومة كذلك تعلم بأن العديد من الدول والعواصم الغربية خاصة ترفض هذا التمثيل وتعتقد بأنها لن تتعامل مع حكومة فيها حزب الله نعم هذا الكلام دقيق وعمليا منذ البداية سعد الحريري لم يتشاور مع حزب الله بشكل مباشر في أي وقت من الأوقات لأن القضية كانت دائما أن يكون هناك أسماء من الطائفة الشيعية ولكن من دون انتماء سياسي ومن دون موقع سياسي معين لذلك كان الحوار دائما مع الرئيس نبي برري بهذا الخصوص على أساس أنه إذا أردنا حكومة تريد أن تتعاوى مع المجتمع الدولي أولا مع الدول العربية الشقيقة بشكل أيضا أولي عليها أن لا تكون تحتوي على من هم يعرضون أولا أن هم محصوبين على أساس بقائمة الإرهاب الدولي بقائمة الإرهاب العربي وأيضا هم من يؤذون بشكل مباشر أمنيا وسياسيا للدول العربية نعم من المعلوم كذلك الدكتور مصطفى بأن المطلوب دوليا حكومة اختصاصيين إن ذهب اللبنانيون وافق الحريري على حكومة حزبيين أو على الأقل الأحزاب هي من تختار ومن ترشح هؤلاء إلى أي حد تعتقد بأنها ستقبل دوليا وستساعد في وقف الانهيار الواقع هو أن الشكل النهائي هو الأهم الشكل النهائي هو هل سيكون هناك بالفعل اختصاصيين وزوي سيرة لا غبار عليها وليسوا مؤتمرين أو تدار الدفة من قيادتهم السياسية لذلك هذا الأمر ما يرفضه سعد الحريري الذهاب إلى حكومة تدار من هذا الموقع أو ذلك تعني أن هذه الحكومة بالتأكيد ستفشل وهو سيكون الواجهة الأساسية للحكومة يعني يضع كل ثقله وبالنهاية يصل إلى الفشل لذلك الأمر هو دقيق وما يصر عليه رئيس تيار الوطن الحر هو أن يكون هناك حزبيون من حزبه في الاختصاصيون ولكن حزبيون بالوقت ذاته لأنه يريد أن يسيطر هو على الحكومة من خلالهم نعم صحيح أن ثمت حراك الآن الحريري التقى بري وقبل ذلك عونه الآن الرؤساء الثلاثة وغيرهم ولكن إلى أي حد دكتور مصطفى وأنت قريب بالتأكيد من كل هذه الأجواء ما يجري الآن هو المحاولة الأخيرة والفرصة الأخيرة لإصلاح الوضع السياسي في البلاد أم أن ثمت إمكانية للإستمرار في محاولات جديدة طبعا هناك كلام دائما أن هذه الفرصة الأخيرة ولكن الفرصة الأخيرة قبل ماذا؟ نحن نعلم بأن دور هذه الحكومة هو دور لإدارة الكارثة ولإدارة الوضع الكارثي القائم أما الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي فهو يحتاج أولا لدولة زاد سيادة ولدولة تسيطر على معابرها وعلى حدودها ودولة لديها قرار واحد على المستوى الأمني والعسكري فهذا متوفر وهذا يحتاج بالتأكيد إلى عمليا خلطة عجيبة غريبة قد تأتي وقد لا تأتي في الأمد القريب أيضا هناك حاجة لإصلاح جدي لجعل لبنان بيئة قابلة للإستمار بيئة قابلة لأن يأتي الرئيس مال ويستثمر فيها فهل في هذا الوضع ممكن هذا الشيء؟ هذا هو الأمر الآن الحكومة المطلوب منها هي علاج الانهيار القائم من خلال التفاوم مع صندوق النقد الدولي وإيجاد بعض المساعدات هذا بعد تشكيل الحكومة التي تتناقش مع صندوق النقد الدولي ومع كل الأطراف الدولية الحريري الآن يتحدث مع رؤساء الحكومة السابقين ميقاتي السانيورة سلام ما الذي يطرح الحريري؟ ما الذي سيطرح عليهم؟ هل يتحدث عن مبادرة بري يتناقش معهم حول مبادرة بري يطرح مبادرة أخرى؟ أم إمكانية الاستقالة كذلك قائمة؟ استقالة الحريري؟ طبعا كل الأمور مفتوحة بالطبع ناقش مع رؤساء الوزراء السابقين قضية ما طرح هو الرئيس نبي بري وأيضا طرح إمكانية الاعتذار من خلال النقاش والحوار فكان البيان أو على الأقل رئيس سانيورة خرج وقال لا اعتذار ولا تخلي عن الحقوق الدستورية للرئيس الحريري أو لرئيس أي رئيس مكلف لذلك أظن بأن هذا الأمر هو أيضا رأي الرئيس الحرير الآن يبقى التشاور مع الكتلة النيابية ومع الهيئة الرئاسية لطيار المستقبل وهذا سيحدث غدا نعم بعيدا عن مبادرة عن السيغة التي طرحها عفوا السيغة التي طرحها بري عن كذلك كان طرح سيغتين حكوميتين وقدمت للباطرياك الماروني وهكذا قيل كيف تعلق على هذه الخطوة؟ هل هذا مقبول دستوريا؟ أريد أن أؤكد على مدى الستة أشهر الماضية حتى قبل أن يكلف سعد الحرير برئاسة الحكومة كان هناك استبزازات متكررة من قبل رئيس جمهورية لدفع سعد الحريري إلى أولا عدم الاعتذار أو دفع النواب لعدم تسمية سعد الحريري كلما اقتربنا من احتمال حل يخرج رئيس الجمهورية وفريقه السياسي أرنبا جديدا لاستفزاز جديد لردات فعل تؤدي إلى عدم تأليف الحكومة لا يوجد حق دستوري لرئيس الجمهورية بأن يسمي وزراء أو يقترح وزراء يمكن أن يتشاور مع رئيس الحكومة بتأليف الحكومة ولكن شكل الحكومة فهو دستوريا مناط بمجلس الوزراء وبرئيس الوزراء المكلف لأنه هو من يسأل في مجلس النواب عن الإداءة الحكومة عندما تسقط الحكومة يسقط رئيس الحكومة معها في مجلس النواب لكن رئيس الجمهورية الذي يشارك من خلال تأليف الحكومة لا يسقط عمليا لذلك دستوريا ومنطقيا وبرلمانيا رئيس الحكومة المكلف هو من يجب أن يسمي الوزراء أيضا يتشاور مع رئيس الجمهورية الذي يحافظ على التوازن بشكل من الأشكان على المستوى المذهبي والديني ولكن بالتأكيد ليس على مستوى كيف تتألف الحكومة من مدينة طرابلس في الشمال اللبناني كنت معنا الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس سيار المستقبل شكرا جزيلا لكم وإلى ملف آخر إلى الجزائر الآن في إطار محاربتها للإرهاب وعقب أيام من تصنيف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر لحركتين رشاد وماك الانفصالية إرهابيتين بعد تهمهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريدية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر يبدو أن كيانات أخرى في طريقها لانضمام لقائمة الإرهاب وعقب مصادقة مجلس الوزراء على تعديل بقانون العقوبات سيعمل على تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب من خلال استحداث قائمة موطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التعديل الذي يأتي قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية ترجمة نانسي قنقر عقب أيام من تصنيف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر لحركتين رشاد وماكل انفصالية إرهابيتين يبدو أن كيانات أخرى في طريقها لانضمام لقائمتها الإرهاب في الجزائر وذلك عقب مسادقة مجلس الوزراء على تعديل بقانون العقوبات سيعمل على تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التعديل الذي يأتي قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية أثار مخاوف البعض من إمكانية التأثير مثل هذا الإجراء على الحريات العامة وكذلك كان تصنيف حركتي رشاد وماك التي تدعو لانفصال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر كحركات إرهابية قد جاء بعد تهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف لزعزعة استقرار البلاد وبحسب القانون الجزائري فإن الإرهاب هو كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي ويعاقب قادة المنظمات الإرهابية بالإعدام بينما تصل عقوبة كل جزائرية ينشط أو ينخرط فيها الخارج عن طريق جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية بالسجن مدى الحياة ولمناقشة كل هذه التطورات بالتأكيد لمسألة القائمة الجديدة لتنظيمات الحركات الإرهابية بالإضافة إلى ما كان جرى منذ أسابيع أو منذ أيام تصنيف حركتين ماك ورشاد إرهابيتين من العاصمة الجزائرية ينضم إلينا المحالل السياسي أمين بالعمري سيد أمين أهلا بك على شاشرة الحادث وضيفا على برنامج حادث اليوم لنبدأ من آخر التطورات الأمنية الجزائرية استحداث قائمة لتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية هذه القائمة أعلن عنها في بيان للرئاسة الجزائرية ولكن هذا البيان لم يذكر أي تفاصيل هل هناك معلومات حول ما تتضمن هذه القائمة؟ هل نتحدث هنا عن الجماعات الإرهابية المعروفة في الجزائر والتي كانت سببا في العشرية السوداء الجماعات الإرهابية أم نتحدث عن تصنيف جماعات وأشخاص جدد؟ بداية تحية طيبة لك ولكل مشاهديك أعتقد أن تصنيف حد ذاته لهتين الحركتين التي تم تصنيفهما كحركتين إرهابيتين جاء لتسلسل منطقي للأحداث وعقب تحقيقات بشارتها مصالح وزارة الدفاع الوطني خاصة فيما يخص حركة المارك التي سلم أحد عناصرها وتوبة توقيفه لمصالح الأمن الجزائرية وأدل باعترافات حول نشاطات مشبوهة لحركة المارك والتحضير للقيام بعمليات إرهابية تستهدف الحركة سيد أمين أعذرني على المقاطعة سنتحدث لاحقا عن ماك الانفصالية وعن رشاد التي أسسها متطرفون وكانوا في جبهة الإنقاذ التي تسببت في العشرية السوداء ولكن قبل ذلك القائمة الجديدة هي الخبر الأحدث الذي نتحدث عنه هل القائمة ستضم رشاد ماك الجماعات المعروفة في الجزائر أم ستضم شخصيات كيانة جديدة هل هناك معلومات حول هذا الموضوع هو إلى حد الساعة ليس هناك معلومات أو تسريبات حول من سيتم تصنيفهم ضمن هذه القائمة ولكن الأكيد أن هذه القائمة هي كذلك تتخص تصنيف الأشخاص وليس المنظمات أو الهيئات فقط وبالتالي هناك أشخاص سيتم تصنيفهم وفق هذا القانون الجديد في قائمة الإرهاب أو النشاط الإرهابي وليس الحركات أو المنظمات فقط نعم يقال أنها للمرة الأولى تعمد الجزائر لهكذا إجراء مع أنها كانت عانت كثيرا مناء الإرهاب إلى أي حد هذه التصنيفات خاصة تصنيف ماك ورشاد تصنيفات أمنية بحتة خاصة أنه ثمت من يقول أنه ربما هناك بعد سياسي باعتبار أن هذه الحركات تغلغلت داخل الحراك صحيح كما سبق وقلت في بداية مداخلتي أن مصالح وزارة الدفاع الوطني في بيان لها كانت قد بشر تحقيقات فيما يخص حركة الماك قبل تصنيفها وذلك يأتي كذلك وقع تصريحات سابقة لرئيس هذا التنظيم الذي تم تصنيفه كتنظيم إرهابي وهو حركة الماك الذي دعا صراحة إلى تشكيل ميليشيات مسلحة في أحد مناطق الجزائر وكذلك كما سبق وقلت نقصد منطقة القبائل الأمازيغية نعم فقط لنوضح الصورة أكثر للمشاهد العربي ماك معنية بمنطقة القبائل الأمازيغية في الجزائر رشاد هي منظمة أسست من قيادات الجبهة لإنقاذ المحلة يعني حركتان صنفتان صنفتان في الأيام الماضية بالإرهابيتين صحيح فيما يخص حركة رشاد كذلك أعتقد أن حتى السلطات البيطانية بشرى التحقيقات فيما يخص ما وصفته بأموال مشبوهة أو شبهة طبيعي الأموال فيما يخص حركة رشاد وبالتالي أتصوى أن كل هذه العناصر المجتمعة تبرى ربما هذا التصنيف الذي قام به المجلس الأعلى للأمن في الجزائر وهو أهل هيئة أمنية في الجزائر الآن أعتقد أن تصريحات رئيس الماركس سابقا والدعوة صراحة إلى تشكيل ميليشيات مسلحة في منطقة القبائل وكذلك الاعترافات التي أدل بها أحد الموقوفين لمصالح الأمن الجزائرية فيما يخص تحضير هذه الحركة للقيام بعمليات إرهابية وتفجيرات أعتقد أن كل ذلك سرع من تصنيف هاتين الحركتين كحركتين أو كمنظاماتين إرهابيتين في الجزائر ماذا بعد التصنيف؟ هناك أي خطوات مرتقبة تتعلق بعقوبات مغلضة أكثر في حق المتورطين في أي أعمال إرهابية؟ أم ثم تحديث عن عمليات أمنية أكثر في البلاد؟ صحيح أعتقد أن هذا التصنيف سوف يكون ما بعده فيما يخص متابعة عناصر أو المنتسبين إلى هاتين الحركتين وأعتقد أن الآن أصبح من الواضح أنه من يشيد بهاتين الحركتين أو بأعمالهما سيصنف في خانة الإشادة بالإرهاب وسوف يعاقب وفق قانون العقوبات الجزائري يعني وفق ذلك وبالتالي أتصور أن هذا التصنيف وخاصة تعديل الذي أدخل على قانون العقوبات الجزائري فيما يخص تعامل مع الإرهاب أو مع الحركة الإرهابية أعتقد أنه يوحي بأن هناك توجه لدى السلطة الجزائرية لتصنيف المزيد من الأشخاص والمنظمات كحركات إرهابية ليس هناك أي تصريبات إلى حد الساعة فيما يخص أسماء هؤلاء الأشخاص أو الحركات ولكن في الأيام القادمة سوف نشهد تصنيف جديد لأشخاص أو هيئات أو حتى في السنة التقديمة وبالتالي أعتقد أن القاعدة القانونية الآن أصبحت موجودة للتعاطي مع من يتم تصنيفهم في خانة الإرهاب وبالتالي أعتقد أن هذه خطوة نحو التعاطي بكل حزم مع هذه الحركات سواء الحركة الانفصالية أو الحركات الأخرى التي تم تصنيفها كحركات إرهابية نعم من العاصمة الجزائرية كنت معنا المحالر السياسي أمين بالعملي شكرا جزيلا لك أنهت مذيعة راديو تونسية وهي خلود مبروك برنامج حواريا على الهواء مع القيادة في المهضة ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب والمكلف بالإعلام والاتصال ماهر مديوب وذلك بعد السمرار في تكذيب المعلومات التي تسردها عليها عايسي مهر بعد الفاصل نمشي وتوى إلى موضوع هل هل بيك؟ طبعاً بطونسي أحنا نقوله هل هل بيك؟ أنت مدام قلت مهر مديوب حتى ما قدمتوش في الكثيفة قدمتك؟ لا قدمت اي راجع 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 يظل يلومها ضاعي خالص سأنهي الحوار توتسويت سيماهر شكرا لك مرسيبكو إلى اللقاء يا عايشك سيماهر مرسي انتهى الحوار شكرا لكم مرسيبكو الناس الكل سيماهر قطلي راجع أربع مرات راجع ما قدمتني مش مشكلة وقطلي وانتي تحكي على موزيك لهنية حبنا نحنا حب أنت تحاسب موزيك كلمهم شكرا لكم مرسيبكو وياتيك ساحة إلى اللقاء وفي تونس أيضا عرفت المجلس البلدية خلال السنوات الثلاث الأخيرة عدم استقرار في تركيبتها من خلال الاستقالة المتزاملة لأغلبية أعضائها ما أدى إلى انحلالها جراء الصراعات والخلافات بين أعضاء المجلس على منصب رئاسة المجلس يأتي هذا فيما فشلت البلديات من القيام بدورها وتقديم خدمات للمواطنين خاصة أنها تعاني من مشاكل عدة ونقص للإمكانيات المادية والمعدات الوجيسية والموارد البشرية هكذا تبدو صورة في المدخل الشمالي للعاصمة التونسية العشاب الطفيلية على جنبات الطريق وفي كل مكان الطرقات هنا تكاد تكون غير مهيئة وحتى أعمدة التنوير كسرت ولم يتم تعهدها بالسيانة المسئولية في ذلك موازعة بين السلطة التنفيذية والمجالس البلدية التي تعاني مشاكل عدة تحول دون تحقيق الاهداف التي بعثت من أجلها في إطار خيار المركزية في البلاد البلدية في مصار المركزي هي السلطة المحلية التي تأتي اليوم تنهض بالاقتصاد من البلاد ولا هذك عليش اليوم إذا نغفر مع المصار هذية رغم تنصل الدولة في دعم هذا المصار ماديا ومعنويا لكن للأسف سنبقى نجاهد ونحارب حتى نفعله إن شاء الله تعد تونس أكثر من 350 بلدية فشلت معظمها في القيام بواجبها في خدمة المواطن في مختلف مرافق حياته وصورة في هذه الدائرة البلدية بمحافظة أريانا قد تعكس حقيقة الوضع أصابع الاتهام توجه إلى القانون المتعلق بالبلديات في تعطيل عملها إلا أن بعض أحزاب المعارضة تتهم الأحزاب الأغلبية بالفساد والمحسوبية تجاوزت ماذا بنا نحن فماش تمييز بين الناس الكل فما نسق عليهم تنفيذ قرار هدم ولا حاجة فما نسق لهم الوقت حتى يسوي وضعيتهم انتفيوا عليهم الضوء وبعد ثلاث سنوات من تركيز المجالس البلدية التي حل عدد كبير منها يؤكد المتابعون أن خيار المركزية في البلاد صار يتطلب تغيير القوانين ومراجعة تركيبة البلديات وعلاقتها بالسلطات الجهوية والمركزية في البلاد ولد عبدالله الحدث تونس إذن نشيري لهذه الأخبار العاجلة القادمة من القاهرة بالتأكيد بعد زيارة المصرية زيارة الوفود المصرية إلى غزة وللحديث مع الفصائل الفلسطينية وكذلك السلطة بحسب مصادر العربية فإن مدير مخابرات المصرية تلقى استعدادا أو مصادر حدث عذران تلقى استعدادا لحماس لإنجاح المصالحة مصادر الحدث كذلك تقول أن تتوافق مبدئي خلال زيارة الوفد المصري على تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة إذن ثمت اتفاق مبدئي على ما يبدو لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة هذه المسألة التي كانت على ما يبدو خلافية كذلك ومعاقدة لأي تفاوض فلسطيني إسرائيلي لاحقا إذن كانت هذه الحلقة من حدث اليوم ولكن الآن تتابع قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها السلام عليكم اشتركوا في القناة